أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا اليوم حول الحديث الثالث من باب النسبة في كتاب الكافي الشريف هذا الحديث عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام سئل علي بن الحسين عليه السلام عن التوحيد فقال إن الله عز وجل علم أن يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد والآيات من سورة الحديد إلى قوله وهو عليم بذات الصدور فمن رام وراء ذلك فقد هلك معنى هذا الحديث الشريف أن الله سبحانه وتعالى لم يدع شيئا يحتاج إليه الناس في عقيدتهم إلا وبينه وفتح باب التكامل والرقي نحو الكمال على الناس جميعا ومن ذلك باب الكمال في مساء التوحيد لأن المعرفة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى من الناس تختلف هناك إنسان يعتقد بتوحيد الله سبحانه وتعالى بالمعنى البسيط للكلمة بأن الله واحد وليس له شريك وهذه العقيدة مقبولة منه وقد يكون هناك إنسان يغور ويتعمق ويتدبر فيريد أن يصل إلى حقائق أكثر فالله سبحانه وتعالى فسح المجال لهذا الإنسان ولكن وضعه في إطار صحيح لألا ينحرف يعني الآن معرفتنا بالله هل هي كمعرفة الرسول بالله صلى الله عليه وآله كلا معرفة الرسول بالله سبحانه وتعالى في قمة المعرفة وهذه المعرفة كما في أحاديث كثيرة في ازدياد مستمر لأن الله غير متناهي فمعرفة الله سبحانه وتعالى لا نهاية فيها أيضا فلذلك الله سبحانه وتعالى يفيض باستمرار زيادة المعرفة على رسوله وعلى آله الميامين عليهم الصلاة والسلام وصلى الله عليه وآله إذن إذا إنسان عادي لا يعرف أي طرفيه أطول هذا الإنسان إذا اعتقد بوجود الله وأنه واحد لا شريك له هذه عقيدة مقبولة وصحيحة وهي أدنى المعرفة وإذا التزم بشرائطها وبسائر أصول الدين أدخلته العقيدة الصحيحة في الجنة لكن إذا الإنسان يريد يتعمق أكثر فهناك مجال موجود ولكن بشرط أن يكون التعمق حسب المنهج الصحيح لأن التعمق إذا كان خلاف المنهج الصحيح يؤدي بالإنسان إلى الإنحراف وإلى الإبتعاد عن الوصول إلى الحقيقة لنضرب مثالا العلوم الطبيعية لها منهج خاص هذا المنهج يعتمد على التجربة يعني أنت تذهب وتجرب الأشياء تجربة هذا منهج الوصول إلى الحقائق الطبيعية المنهج التجريبي إذا واحد مفكر في قمة المفكرين جلس في غرفة وفي برج عاجي وبدأ يحلل الظواهر الطبيعية تحليلا عقليا بعيدا عن التجربة هل يصل إلى الحقائق؟ كلا بل يخطئ وأي خطأ يخطئه لذلك أنتم إذا تراجعون إلى الفلسفة اليونانية تجدون قسم من الفلسفة الطبيعيات في قسم الطبيعيات يحللون الظواهر الكونية وتسعين بالمئة من تحليلاتهم خاطئة مع أن المحلل رجل عظيم عبقري مفكر فيلسوف ولكن انتهج نهجا خاطئا في العلوم التجربية وهذا المنهج الخاطئ هو ترك التجربة والجلوس في برج عاجي وتحليل الظواهر الطبيعية تحليلا عقلية أيضا بالنسبة إلى المسائل المرتبطة بالعقيدة المسائل المرتبطة بالعقيدة صحيح أن العقل النظري هو الذي يرشد الإنسان إلى وجود الله سبحانه وتعالى لذلك الله سبحانه وتعالى يحفز الناس على التدبر والتفكر والتأمل ويمدح أولي الألباب لأن العقل النظري هو الذي يوصل الإنسان إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وإلى الاعتبار بآثاره ولكن هل هذا العقل بعد أن أوصلك إلى وجود الله سبحانه وتعالى وإلى أن الله سبحانه وتعالى متحلي بصفات الكمال ومبرع عن صفات النقص هل يتمكن أن يوصلك إلى التفاصيل الصحيحة في مسائل العقيدة كلا لا يمكن ذلك فلذلك عندما تراجع مثلا القسم الثاني من الفلسفة اليونانية اللي هي الإلهيات بالمعنى الأخص تجد هؤلاء عباقرة مفكرون حينما تعمقوا في مسائل التوحيد وفي مسائل العقيدة أخطأوا أي ما خطأ لماذا؟ لأن المنهج الصحيح في المسائل العقدية هو أن الأصول تأخذ من العقل النظري ولكن التفاصيل تأخذ من الوحي وكلام الوحي لا يخالف العقل وإنما كلام الوحي تحفيز للعقل فيما يدركه من جهة ومن جهة أخرى بيان تفاصيل لا يتمكن العقل من الوصول إليها إذن الله سبحانه وتعالى يعلم أزلا بأن في مخلوقاته ناس يريدون التعمق يريدون الوصول إلى حقائق أكثر من دين العجائز فالله سبحانه وتعالى جعل لهم الإطار جعل لهم الميزان ضمن هذا الميزان اتعمق افهم معنى الكلمات الموجودة في هذا الميزان لا بأس ولكن أن تخرج عن هذا الإطار فيكون هناك الضلال فميزان التعمق موجود والإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين الميزان الأول سورة التوحيد قل هو الله أحد قل هو الله أحد أنت إذا أعطيت هذه السورة لمن يعرف اللغة العربية الفصحة يفهم معنى هذه السورة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إذا القرآن حينما نزل على العرب وعلى الأعراب كثير منهم كانوا أميين ولكن هذه السورة كانوا يفهمونها وفي الوقت نفسه نفسه راجع التفاسير تشوف في سورة قل هو الله أحد وهي سطران أو ثلاثة أسطر تجد المفسرون كتبوا عشرات الصفحات بعض الأحيان مئات الصفحات شنو هذه الصفحات المكتوبة هي تدبر في معنى هذه السورة تفكر في معناها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها الظاهر كانوا يفهمونه ولكن هذا الظاهر له عمق تدبره لا تخرج عن إطاره تدبره وتصل إلى حقائق كثيرة ما هو موجود في كتب التفاسير الصحيحة حقائق كثيرة لا يمكن للإنسان أن يصل إلى تلك الحقائق من قراءة الظاهر عندما تراه تعلم أن هذا بحر وتنظر إلى أمواجه وتعلم معنى هذه الأمواج لكن الغواص عندما يتعمق في هذا البحر يستخرج اللآل الموجودة لكن إذا هذا الغواص خرج عن الإطار قد يقع في المحذور ويقع في الأخطار إذن فالله سبحانه وتعالى جعل ميزان للتعمق سورة التوحيد هذا الميزان الأول الميزان الثاني الآيات الست الأوائل من سورة الحديد فنحن نقرأ بداية هذا الحديث إلى أن نصل إلى الآيات الست المذكورة في سورة الحديد سئل علي بن الحسين عن التوحيد فقال إن الله عز وجل علم أن يكون في آخر الزمان أقوام آخر الزمان الظاهر أنه يراد به من زمان بعثة الرسول صلى الله عليه وآله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هؤلاء الآخرين الظاهر أن هذا هو المراد وإنما سمي آخر الزمان لكونه أقرب إلى قيام الساعة من بداية الخليقة قال الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة في زمان بعثة الرسول الساعة اقتربت فهذا المقطع يعني من بعثة الرسول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هذا المقطع كله يسمى آخر الزمان الظاهر هذا إن الله علم أن سيكون أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون هل هذا مدح أو ذم؟ التعمق مدح أو ذم؟ الجواب عندما نرى كل هذا الحديث نعرف أن التعمق ضمن الإطار ممدوح والتعمق خارج الإطار هو كفر وظلال لأنه يؤدي إلى الكفر والظلال إذا واحد يريد يتعمق في مسائل الله سبحانه وتعالى بالتفكير في ذات الله لا يزيده هذا إلا بعدا عن ذاته سبحانه وتعالى لأنه لا يعقل أن يصل الإنسان إلى كنه ذات الله سبحانه وتعالى الإنسان بعقله يعرف وجود الله وجود الله سبحانه وتعالى ويعرف أن الله متحلي بصفات الكمال وهو منزه عن صفات النقص أما التفاصيل كيفية وجوده بعض فلاسفة اليونان مثلا ذهبوا إلى وحدة الوجود أن الوجود واحد كالبحر الواحد كما ذكرنا في الحلقة الماضية وإنما هناك حدود عدمية فكل شيء هو الله وتبعهم بعض فلاسفة فلاسفة المسلمين إذا تعتقد بأن كل شيء هو الله سبحانه وتعالى فهذا كفر وظلال وانحراف ولذلك صاحب العروة في كتاب العروة الوثقة يذكر هذه المسألة أن القائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بلوازم مذاهبهم الفاسدة فهم كفار ونجسون إذا التزم بلوازم مذاهبهم الفاسدة والفقهاء بشكل عام لم يعلقوا على هذه المسألة على كل حال فإذا تعمق ضمن الإطار وضمن المنهج الذي عينه الله سبحانه وتعالى فعمله صحيح وإذا تعمق خارج الإطار فهو انحراف وظلال وكفر الميزان شنو هو هو القرآن الكريم بعد القرآن الرسول صلى الله عليه وآله الكلام الذي فاه به الرسول وثبت أن الرسول قال لا أنه تقول عليه وكذب بذلك الكلام عليه لأنه قد كثرت الكذابة على رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام الثابت أنه هو كلام الرسول صلى الله عليه وآله وبعد القرآن والرسول العترة الطاهرة وحديث الثقلين متواتر بين الفريقين إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي هذا حديث متواتر رواه الفريقان من الشيعة والعامة بألفاظ مختلفة لأن الرسول كرر هذا الكلام في مجالس مختلفة وبألفاظ مختلفة وأراد أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن يخرجوهم عن هذا الإطار فوضعوا حديثا ضعيفا حتى باعتراف علماء العامة هو حديث ضعيف لا سند له استبدلوا أهل البيت بالسنة وقالوا كتاب الله وسنة مع أنه حديث ضعيف موضوع لماذا؟ لأن السنة حفظت عن طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأما عن غير طريق أهل البيت فصار هناك تحريف كثير في السنة منعوا تدوين الحديث لزمان طويل ثم أدخلوا كثير من الأكاذيب ونسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فلذلك إن الله علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد والآيات من سورة الحديد يعني من أول سورة الحديد إلى قوله وهو عليم بذات الصدور يعني ستة آيات من سورة الحديد هذه الآيات جامعة لكل مسائل التوحيد أتعمق فيها ما شئت ولكن ضمن الإطار أكتب في تفسير هذه الآيات مجلدات لكن ضمن الإطار أن تأخذ من القرآن ومن أهل البيت ومن سنة الرسول التي وصلتنا بالطريق الصحيح عن طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أما أن تخرج عن هذا الإطار إطار هذه الآيات الست وتخرج عن إطار سورة الحديد وتريد أن تتعمق فذلك هو الظلال وأما الآيات الست من سورة الحديد هي قوله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبح يعني نزه التنزيح يعني نفي النقص ونافي القبح عن الله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات والأرض هذا التسبيح كيف ولكن لا تفقهون تسبيحهم إما هو بلسان الحال أو أن لها شعور أن لها شعورا وإدراكا ولكن ذلك الإدراك إدراك من النوع الذي لا نفقهه ولا نشعر به سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم العزيز في سلطانه الله سبحانه وتعالى له العزة وله الغلبة وهو الحكيم ليس عزة بدون حكمة كبعض الحكام الجبابرة الذين لهم عزة مصطنعة وسطوة مصطنعة ولكن بدون حكمة لا الله سبحانه وتعالى عزيز مقتدر ولكنه حكيم بحكمة لا يظلم ولا يعمل عبثا هذا يدل هذا المقطع من الآية يدل على شهادة كل شيء بتقديس الله وتنزيه ويمكن أن يستدل بكل شيء على وجود الله سبحانه وتعالى وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وهو على كل شيء قدير يدل على عموم قدرته فهذه الآية دلت على أنه يمكن أن يستدل بوجود لوجود الله بكل شيء كل شيء آية لله سبحانه وتعالى وأيضا تدل على عموم قدرته أما الآية الثانية له ملك السماوات والأرض الله مالك كل شيء يحيي ويميت الله يحيي ويميت إما بمعنى أنه يحيي الجماد هذا التراب يجمعه الله سبحانه وتعالى في صلب الآباء وأرحام الأمهات يحوله إلى إنسان الجماد تحول إلى حي موجود حي وكذلك في النباتات وإما وكذلك الإحياء في الآخرة عندما الإنسان يموت الله سبحانه وتعالى يحييه في الآخرة ويميت وهو على كل شيء قدير أما الآية الثالثة فهذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو المحي وهو المميت الحياة من الله سبحانه وتعالى الموت من الله سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير أما الآية الثالثة هو الأول يعني السابق على كل الموجودات كان الله ولم يكن شيء ليس لوجوده بداية كان الله ولم يكن شيء هو الأول والآخر يعني الباقي بعد فناء الأشياء كلها لمن الملك اليوم الله الواحد القهار كل شيء هالك إلا وجهه هو الأول والآخر والظاهر الظاهر يعني شنو يعني بآثاره ترى أي شيء هو أثر يدل على وجود الله سبحانه وتعالى والباطن باطن يعني شنو يعني لا يمكن للعقل أن يدرك حقيقة الله سبحانه وتعالى ذكرنا أن العقل له طريق إلى معرفة وجود الله لكن أن يدرك كنه وحقيقة ذات الله هذا مستحيل أن يصل إليه العقل لذلك كان باطنا هل يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى كلا لذلك كان باطلا وهو بكل شيء عليم فهذه الآية تدل على أزليته وأبديته فهو وجود سرمدي وتدل على كونه مبدأ لكل معلول وقوله الظاهر والباطن يدل على ظهور آثاره وعلمه وقدرته وصفاته هذه الآثار هذه الآثار ظاهرة في مخلوقاته عندما تجد مخلوقا تكتشف أن خالق هذا المخلوق عالم قادر وأنه حكيم وعليم بكل شيء ثم الآية الثالثة هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام هذه الآية تدل على أنه ليس له شريك هو الخالق فقط لا يوجد هناك خالق آخر مع الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام يعني على قدر ستة أيام لأن الله سبحانه وتعالى حكمته اقتضت أن يكون الوجود متدرج في كل شيء كان يتمكن من أن يخلق هذه السماوات والأرض في لحظة واحدة يقول كن فتكون ولكن حكمته اقتضت أن يكون الأمور متدرجة الله سبحانه وتعالى يتمكن من أن يخلق إنسان كامل لكن حكمته اقتضت أن يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم كذا وكذا إلى أن يولد يولد طفل لا يعلم شيئا وهذا الطفل يبدأ بالتعلم وبالنمو هذه حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الأمور بالتدرج لذلك خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعني استولى الله سبحانه وتعالى على الملك لا أنه خلق ثم ترك خلقه كما ذكرنا أن الله هو الذي يمسك السماوات والأرض وليس علم محدث فقط وبعد ذلك أنه يعجز من التصرف في هذا الكون أو لا يريد أن يتصرفه كلا الله مهيما على هذا الكون دائما لذلك ثم استوى على العرش لم يخلق ويترك كما زعمت اليهود أنه عجزة كلا هو مستولي على العرش يعني على الملك مسلط عليه يعلم ما يلج في الأرض أي شيء يدخل في الأرض هذا تأكيد على عموم علمه لكما يزعمه بعض الذين خرجوا عن هذا الإطار وقالوا أن الله عالم بالكليات فقط وليس عالما بالجزئيات كلا هذا كلام باطل يعلم ما يلج في الأرض يعني ما يدخل في الأرض كالميت يقبر في الأرض أو أي موجود يدخل في الأرض الدواب التي هي الدواب الأرض تدخل في الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما ينزل من السماء أي شيء ينزل من السماء هذه الأمطار كل يوم أو كل عام كم قطرة مطر تنزل الله سبحانه وتعالى يعلم بكل تفاصيلها وما يعرج فيها ما يصعد إلى السماء كالملك يصعد مثلا إلى السماء هناك ملائكة بكثرة أكثر شيء خلقه الله سبحانه وتعالى كما في الأحادث الملائكة لا تعد ولا تحصى وهذه تصعد إلى السماء وتنزل إلى الأرض الله سبحانه وتعالى يعلم كل هذه التفاصيل فأين الذين يقولون أن الله ليس بعالم بالجزئيات من كلامهم السخيف الباطل الذي هو الضلال بعينه الله يعلم بكل الجزئيات وبالكليات وبكل شيء بل الله سبحانه وتعالى علمه لا نهاية له حتى الأشياء غير الموجودة يعلمها وحتى ما لم يحدث يعلمه وهو معكم لا تتصورون أن الله سبحانه وتعالى بعيد عنكم لا محيط بكم علما وقدرة لا بمعنى أن وجوده محيط كهذه الغرفة وجودها محيط بنا بنحو الظرفية المكانية الله سبحانه وتعالى ليس مكانا لمخلوقاته وإنما المراد وهو معكم يعني بعلمه وقدرته أينما كنتم والله بما تعملون بصير الله سبحانه وتعالى يرى أعمالكم بصير يعني عالم بالمبصرات فيجازيكم عليها وهذا يدل على إحاطة علمه بالأشخاص وبأعمالهم وبأفكارهم ثم بعد ذلك في الآية الخامسة له ملك السماوات والأرض الله خلق السماوات والأرض وملكها أيضا له فإذا واحد هو الآن حاكم أو له أملاك هذه أملاك مجازية طولية هي ملك الله بالذات وملك هذا الحاكم بالعرض وملك هذا المالك بالعرض أنا أملك قطعة أرض هي ملك لله سبحانه وتعالى بالذات لأن الله خالقها ولا تخرج عن ملكه ولكن بالعرض صارت ملك لي في طول ملك الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور هذا يدل على أن الله إله لكل شيء ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقول يولج الليل يعني يدخل الليل في النهار كيف بتمديد الليل لأن نعلم أنه في الشتاء وفي الصيف النهار والليل يقصران ويطولان يولج يعني يدخل الليل في النهار وذلك بتمديد الليل النهار يقصر الليل يطول كأنه دخل الليل في النهار ويولج النهار في الليل بتمديد النهار هذا بالصيف يكون كأن النهار دخل في الليل هذا من فعل الله هذا يدل على حكمة الله سبحانه وتعالى لأن الفصول والأيام والليل والنهار وطولهما وقصرهما هذه كلها بحكمة وبصالح حياة الإنسان يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور يدل على أن الله كما يعلم بالأشياء التي تجري يعلم فيما يدور في خلد الناس إذن هذه الآيات الإنسان يتعمق فيها يفسرها بعشرات المجلدات يكتب كتب عقائدية ضمن هذا الإطار هذا هو المقبول لكن إذا واحد خرج عن هذا الإطار خرج عن إطار سورة التوحيد وخرج عن إطار هذه الآيات الستة من سورة الحديد وما في ساعر الآيات القرآنية ترجع إلى هذه الآيات الستة وإلى سورة التوحيد أيضا فمن رام الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول فمن رام يعني قصد وراء ذلك فقد هلك لماذا؟ لأنه ينحرف في الاعتقاد والانحراف في مسألة التوحيد هذه توجب الكفر والظلال واستحقاق الخلود في النار فلذلك الإنسان إذا أخطأ في شيء آخر أقصى حد أنه يدفع حياة ضريبة يعني إذا البناء مثلا أخطأ في بناء الجدار وسقط وسقط الجدار عليه أقصى حد أنه يموت لكن هذا الذي ينحرف في العقيدة يسبب لنفسه الهلاك الأبدي الكفر والظلال فلذلك علينا أن نكون في إطار هذه الآيات وأيضا في إطار ما ذكره الرسول وآل الرسول عليه وعليهم الصلاة والسلام في مسائل التوحيد لكي نبقى على الجادة الصحيحة ولا ننحرف هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللّه يا الله اللّه يا الله اللّه يا الله اشتركوا في القناة